أكد محافظ شمال سيناء المصرية محمد عبد الفضيل شوشا أن مدينة العريش تحولت لمخزن كبير لتلقي المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غسا وأضف شوشا أن القطاع الصحية بالمحافظة على أتم الجهزية لاستقبال الجرحة الفلسطينيين المساعدات بتيجي برا وبحرا وجوا إحنا من أول يوم حصل في هذا الموضوع وإحنا بقولك أنشاء عنصاق طبية مختلفة بحيث نقدر نقدم العلاج الطبي بمراحل المختلف فدي موجودة وبقول الأطقم الطبية موجودة أن مدينة العريش أصبحت مخزن كبير كلها وأنا بوجه تعيد شكر للمواطنين من أهلينا في العريش على المبادرات الشديدة